ترأس مع الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية أعمال الاجتماع السابع والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع المشترك بين اللجنة ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وصندوق النقد الدولي كما شارك وزير المالية في حفل افتتاح المقر المجلس النقدي لمجلس التعاون برعاية خدم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وتم خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بحث عدة مواضيع منها متابعة مستجدات مشروع سكة حديد مجلس التعاون وهيئة الاتحاد الجمهوري الخليجي والاتحاد النقدي والهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون وبحث النظام الموحد لحماية المستهلك تمهيدا لرفعه للمجلس الاعلى لمجلس التعاون في اجتماعه القادم هذا بالاضافة الى متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة ومتابعة تنفيذ بعض القرارات الاقتصادية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الاعلى وذلك تحضيرا للقمة الخليجية الرابعة والثلاثين التي ستعقد بدولة الكويت الشقيقة في نهاية العام الحالي وفي الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية مع صندوق النقد الدولي اكد الصندوق على الدور الهام لدول المجلس في استقرار الاقتصاد الاقليمي والدولي والمساهمة في العملية التنموية الدولية وقد دعت دول المجلس صندوق النقد الدولي الى تقديم المزيد من الدعم والمساعدات الى الدول العربية التي تواجه تحديات نتيجة للتطورات التي تمر بها في الوقت الراهن اجتماعنا اليوم كان الاجتماع المشترك لوزراء المالية مع محافظي البنوك المركزية مع ممثلية صندوق النقد الدولي الاجتماع يعقد مرة كل عام فرصة لتباحث وجهة النظر تحليل كل ما يجري حول عالم من تحديات ومختلف مناطق العالم ووجهة نظر صندوق النقد الدولي فيما يجري في منطقتنا وكذلك يستمعون الى وجهة نظر الوزراء المختلفة فيما يشوفونها من الفرص وينظرون لها من تحديات وأعتقد هذه الفرصة جدا مناسبة لنا ناقش مواضيع تهم كل مواطن